بسم الله الرحمن الرحيم طلاب الاعزاء في مقرر Principles of Engineering Design نستكمل معان شابتر 12 Keys and Couplings وبنستكمل الجزء الخاص بالStresses in Keys او الاجهادات في الكي اول نوع عندي اللي هو الشير وده بينشأ من ايه لما يكون عندي العمود بيدور في الاتجاه ده بالشكل ده كده هيبتدي فيه Force هنا هتأثر هنا وبالتالي هينتج عن الجزء اللي راكب على العمود رد فعل هنا يبقى الكي هنا واقع تحت تأثير قوتين بالضبط ما هماش فيه مقابل بعضهم فبالتالي الاريا اللي في المنتصف هنا اللي هو الشير بلاين ده الاريا اللي هتاخد الشير طيب اللي هي بالضبط فيه المكان ده كده على طول الكي دي الاريا اللي هتشيل الشير طيب يبقى كده قيمتها بتساوي ايه بقى عندي الجزء ده اللي هو بيساوي الW والطول بتاعي هنا اللي هو L يبقى الاريا هنا بتساوي الW في الL وقيمة الشير ده طبعا دريكت شير قيمته بتساوي الفورس على الاريا حيث الاريا بتساوي الW في الL طيب قيمة الفورس دي بطلعها ازاي؟ عن طريق التورك التورك اللي هو بيسبب الدوران ده بيساوي قيمة الفورس في نصف القطر اللي هو D على 2 حيث دي اللي هو قطر العمود النوع الثاني من السترس اللي بيتعرض ليه الكي اللي هو الPairing Stress او اجهاد التحميل او احيانا نقول عليه Crushing Stress قيمته ايضا بتساوي الفورس على الاريا ده بينشأ من ايه؟ من تعرض السطح ده السطح المشترك ما بين الكي والعمود هنا بيحصل عليهم Pairing Stress فيه فورس هنا وفيه بالطبع رد فعل وفيه برضو نفس الكلام هنا مع الجزء المشترك مع العمود الاريا دي اللي هي بالجنب ده كده ده الارتفاع بتاعها ودي كل الاريا اللي بتتعرض الى Crushing Stress هنلاحظ طبعا ان البعد ده اللي هو T والطول ده اللي هو L او length بتاع الكي فبالتالي الاريا هتساوي نص T ضرب L T على 2 في L والفورس طبعا نفس الفورس اللي احنا حسبناها قبل كده اللي جاية من التورك اللي بيدور العمود بيساوي قيمة الفورس في نصف القطر نكتفي بهذا القطر ونستكمل في الدرس القادم ان شاء الله اشتركوا في القناة